موسيقى 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 تواصل وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف تطوير خدمات التوثيق بالشراكة مع القطاع الخاص لما يشمله هذا القطاع من أهمية كبيرة باعتباره ركيزة أساسية في حفظ الحقوق واستقرار المعاملات ودعم البيئة الاستثمارية هذا وأنجز الموثيقون الخاصون ما نسبته 89% من إجمالي معاملات التوثيق المنجزة خلال العام الماضي لتوسيع نطاق تقديم خدمات التوثيق وتيسير الخدمات على المستفيدين بمختلف أنواعها التي تتيح للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات إجراء كافة المعاملات عبر قانونيين ومحامين خطت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خطوات جبارة في التوثيق نظرا لما يشكله هذا القطاع من أهمية كبيرة باعتباره ركيزة أساسية في حفظ الحقوق واستقرار المعاملات ودعم البيئة الاستثمارية هذا وتم خلال العام الماضي توثيق نحو 96 ألف معاملة منها 89% قام بها المواثقون الخاصون خدمة سريعة قامت بها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتكون بمثابة حجر أساس من خلال المواثقين الخاصين لتوفير إمكانية توثيق جميع المحررات خارج أوقات العمل الرسمي إلى جانب الاستفادة من ميزة الانتقال إلى طالب الخدمة لإنجاز معاملته المطلوبة من خلال معلومات تتضمن عنوينهم وبيانات الاتصال بهم مما يتيح سهولة الحصول على هذه الخدمة بشكل سريع ومر وتعطي هذه المؤشرات انطباعا إيجابيا ما يساعد على توسعة الشركات لأعمالها وبدء أعمال جديدة للمساهمة بشكل كبير في تيسير الخدمات على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم إضافة إلى رفع سقف الإنجاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر